موسيقى موسيقى وسائل التواصل الاجتماعي صلاح ذو حدين يا أنه أنت تستفيد منه وتستمتع في استخدامه يا أنه يكون وباء عليك وللأسف يأثر فيك تأثير سلبي بالعكس خصوصا خلال جائحة كورونا وسائل التواصل الاجتماعي كانت المتنفس الوحيد في الزوارة لمة الأهل كان الفيديو كول يعني على قراطهم مشاعر الولى والشوق كانت على الأقل يعني تروح شوية لما تشوف أهلك تسمع صوتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا بعد الناس اللي يعني ما قدروا يدخلون الناس اللي يضطروا يعني بغربة فهي مفيدة صارت حياتنا حياة تواصل الاجتماعي لأن التواصل الاجتماعي أكثر من أي تواصل حي ثاني التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة أو المنصات أو البرامج المختلفة تويتر وسناب وإنسجرام وأشياء كثيرة تعرفونا فالناس مملحقة هل هذه أثر بسبب كورونا كورونا نعم يعني خاصة أن الإنسان يجد في هذه الظروف ظروف كورونا أنه مصدر متعة مصدر متعة له أنا حقيقة شخصيا لا أمنع ولا أشجع على ترك أجهزة التواصل الاجتماعي ولكن لا بد من التقنين لا بد من الضبط خلال أزمة كورونا بدأ يتجه الناس إلى وسيلة ترفيهية وسيلة حصل على معلومات وسيلة لشغل وقت الفراق وسيلة تأدية عملهم وسيلة أيضا لموضوع الدراسة ألا وهو الأجهزة الإلكترونية وعالم الإنترنت هذه الشبكة للأمانة بدأت تجذب الأفراد في خروجهم من العزلة بدأت يصير فيه عندهم موضوع التواصل مع الآخرين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ممكن بدأ عن طريق بالنسبة للترفيه بالنسبة للمراهقين أو الأطفال فعندهم بالنسبة لي هذه أفضل وسيلة للتسلية هذه الأجهزة الإلكترونية بدأ يصير فيها يعني ارتباط أقوى من السابق طبعا لها أضرارها ولها منافعها الأجهزة الإلكترونية أو خلق نقول الشبكة للأنترنت هي سلاح ذو حدين إحنا ممكن نستخدمها في الجانب الإيجابي نثقف نفسنا ممكن عن طريق التعليم عن بعدي إذا كان الإنسان جاد في الحصول على المعلومة من نعم الله عز وجل على العالم كله والعالم العربي على الخصوص أن شبكات تواصل بقدر ما فيها من السلبيات فيها من الإيجابيات برز لدينا الحمد لله ناس متخصصين في كل مجالات الجانب الديني الشرعي والجانب النفسي والطبي والصحي والاجتماع وغير ذلك وهؤلاء أنا أتم من ما قاموا به وأشد على أيديهم قاموا بضور كبير في التوعية والمرافقة والمصاحبة لذلك كانت الأسر وكان الشعب العربي عموماً كان له دائماً أناس يسمعونهم فلذلك كانت تغريدات وكانت مقاطع وكانت عدة برامج وعدة أنشطة التي تحفظ للمجتمعات استقرارها وهذا جانب إيجابي الحمد لله قام به عدد كبير من المنظمات والمجموعات والدكاترة والمتخصصين حتى يحفظوا للنفوس استقرارها وطمأنينتها بالمقابل أيضاً كان هناك جانب من التخويف هذا الفكر التخويفي التآمري الذي يخوف من كل شيء الذي يشكك في كل شيء هذا فعلاً أصاب عدد كبير ولما أقول كبير لا تسمعون كبير تعني 30% أنا منصد لي 1% يعد كبير جداً أصيب بما يسمى بالأوهام الشكية أو البرانوية أصبح الإنسان يشك في كل شيء يشك في التعاليم يشك في التعليمات يشك في الاحترازات يشك في الأدوية يشك في الوزارات يشك في تدابير الحكومة وغير ذلك وأنا أعتقد أن هذا كان هو التأثير الثلبي الذي قد أصاب الآباء والأمهات والأطفال والمراهقين هذا الفكر التآمري الذي للأسف بدأ ينتشر بشكل كبير جداً أعربت نتائج إحدى الدراسات التي قامت على قياس مقدار الثقة المعلوماتية في وسائل التواصل الاجتماعي في أثناء جائحة كورونا في المجتمع الكويتي أن الثقة في تلفزيون الكويت الرسمي أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عامة وبينت الدراسة أن 81% تقريباً يعارضون أن تصلهم أخبار خاطئة من وسائل التواصل الاجتماعي عند انتشار المرض وهذه النسبة تبين وعي المجتمع الكويتي فيما يتعلق بالمعلومات والأخبار كورونا علاقة كورونا بوسائل التواصل الاجتماعي علاقة جدا قوية يعني كورونا والتواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي صاروا ربع يعني فوسائل التواصل الاجتماعي اللي يقول لهم يعني قذاء يتقدون فيه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقول لهم وجبة اللي قولوهم وجبة فيها إيجابيات وفيها سلبيات نعم فيه أحيانا نسمع بعض الأخبار نسمع بعض التطورات نشوف العالم ونوصل طبيعي المقارنات بيكون نحن شعوب نسوي المقارنات لكن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي ولها سلبياتها الشائعات اللي تنتشر عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي هي أثرها سلبي لنفسية المواطن بخصوص المدمن المتعافي أو بخصوص الأشياء التي تنتجها أو المسلسلات التي تنتجها وسائل الإعلام خاصة في مجال المخدرات أنا دائماً أقول أي برنامج خاص في المخدرات أو أي بارت في تمثيلية أو مسلسل خاص في المخدرات لازم يكون هناك شخص مختص يشوف هذه الجزئية لأن دائماً المدمن عندنا المدمن المتعافي خاصة المدمنين اللي في بداية التعافي لما يشوف مادة معينة أو يشوف اسم مخدر اسم مخدر معين ممكن إيه لفلاش مني قال أنا مشتاق لهذه المادة ممكن نشوفها ينتكس يروح يتعاطى فأسماء المخدرات الأدوات هذه المفروض لا تنعرض على شاشة تلف تلفزيون بالنسبة للشخص المتعافي نحن نعطيه أساسيات مثلاً تبعد عن ثلاث أساسيات اللي هو الأماكن أدوات أشخاص لما تطلع اسم المادة أو يشوف شيء شبيه للأدوات اللي يستخدمها أو شخص يتعامل معه لما يشوف هذا البارت هذا مثلاً خل نقول أدوات أو اسم مادة على التلفزيون المفروض أنه خلاص يفصل ما يكمل البرنامج هنا في خطوة ثانية مو بس أنه يفصل نحن نسميه في مبدأ المشاركة يتصل فيه شخص متعافي أو يتصل فيه دكتورة يقول له أنا مثلاً شفت هذا الشيء وخلاني يعني عندي فلاش أني أنا ودي أنتكس فأوه لم يتكلم مع الشخص الدكتور أو الشخص اللي يساعده أو يشارك مع أي أحد فإن شاء الله هي فترة بسيطة ثواني وتزول هذه الفكرة من رأسه بإذن الله تقول إحدى الحالات تقول يعني إحنا من بداية الجائحة ما تيم معنا مع أحد ما شفنا أحد مر علينا رمضان بعدها يعيد الفطر وكان فينا غصص لنا شو نعيد الفطر بدون لما بدون الزوارة متعودين على اللما والزوارة تقول فاجأنا والد عمي إنه كان مسوي ميتنج عن طريق برنامج زوم فتقول يعني كان الأهل كلهم داشين داخل هذا الاجتماع داخل هذه الغرفة وداخل هذا الاجتماع فيعني تقول قاعدنا صجنا كان زعاج وصجنا كان لويا لكن كنا والهانين على بعض والهانين على هذه اللما وصح ما قدرنا إحنا نقول يعني لكن لكن على الأقل شوية قدرنا نشوف بعض ونستمتع مع بعض من الحالات الحقيقة اللي أنا لاحظتها إنه كثير من المشاكل الصير بين الزوجين وبين الأباء والأبناء بسبب السوء استقدام أجهزة التواصل الاجتماعي يعني ممكن الزوجة وهذا حصل أو ممكن الزوج وهذا حصل يدخلون إلى مواقع إباحية ويتم اكتشافهم من طرف الآخر ويترتب على مشاكل كذلك يمكن الأطفال نفس الشي يدخلون إلى مواقع إباحية أو مواقع محرمة أو غلط وبالتالي نرى عليهم أفكار وسلوكيات غلط لذلك يعني يجب أن يعني نكون على قدر من المسؤولية في ما نستخدمه من المشاهدات في أجهزة التواصل الاجتماعي أشارت نتائج نفس الدراسة السابقة أن الإناث يثقن في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الذكور والشخص المتزوج يثق في برامج التواصل الاجتماعي أكثر من الشخص الأعزب رسالتي إلى كل أسرة إذا عندك طفل كأم إذا عندك طفل يعني من حالة ما يسمى إدمان إلكتروني أو خاصة تحديدا لعاب إلكترونية لعاب إلكترونية شنو توفر بالنسبة للطفل فيه من الشغف فيه من التحدي فيه نوع من الإثارة مثل هذه الأمور يمكن على كل من الأم والأب بإيجاد مثل هذه عن طريق الألعاب في البيت مشاركة أفراد الأسرة بعض الأسئلة بعض المسابقات نسوي لنا مثلا فرق في البيت فيها نوع من التحدي مثلا هناك بعض الألعاب التي ممكن نحن نسميها نقول ابحث عن الكنز على سبيل المثال ويصير من الذي يلقى الأول له جائزة فأنا قاعدة أولد عند الطفل نفسه الشغف البحث حب الفضول التحدي الإثارة ولكن مع الابتعاد عن الأجهزة الألكترونية وبالتالي يستطيع الطفل أنه يخرج من هذه الدائرة السلبية ويستطيع أيضا كذلك أن ينمي مهاراته الحياتية والاجتماعية واللغوية عن طريق تفاعله مثل مع هذه الألعاب الجانب السلبي في علاقة كورونا بوسال تواصل الاجتماعي اللي هي الإشاعات لها مردود إيجابي قلنا في الألاقات ممكن الناس تتكلم ممكن الناس تقول عن خبراتها في استشاريين مثل على سبيل المثال تويتر في استشاريين في أطبة ونرفع القبعة للأطبة اللي ما قسروا من دي ون كورونا ولا زالوا وهم في الصفوف الأمامية وأيضا اللي في الصفوف الأمامية الله يعينهم لكن هناك أطبة أيضا ما تركوا والإستقرام وماتركة وتويتر وأهما يعطوننا إرشادات طبية وصحية لو لا تواصل الاجتماعي لو لا وصولنا لهذه التكنولوجيا ما كنا نقدر نعرف ماذا يدور حول العالم هذا من ناحية من ناحية ثانية نعرف الجوانب الطبية لمرض الكورونا يعني لأن أيضا الإشاعة صارت يعني أنا واحدة من الناس في البدايات كنت يعني مترددة في التطعيم وسائل التواصل الاجتماعي آخر شيء كلب هاوس اجتمعوا أطبة ويعني الكلاب هاوس كأنه مؤتمر متنقل فكنت أسمع يعني والجميع في الموضوع كانوا أطبة كويتيين من كذا دولة في العالم فالحوار اللي دار مع التقارير الطبية مع الأطبة اللي موجودين في الكويت فجميع هذه العوامل يعني ساعدتنا أن نحن نتلقى المعلومات والإنسان لا حرية الاختيار وهو يطبق بيسمع ما يبيسمع يطعم أو ما يطعم لقينا وسائل التواصل اجتماعي في موضوع التطعيم لها أثر إيجابي أيضا قصة إيجابية ثانية في وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من الحالات عقد قران أحد قراء أقرباءهم وسبب حساب خاص في الإنستغرام بس للعائلة عشان يشوفون لايف الملشة وعقد القران والتبريكات فيعني كانت وإيجاد قلنا القصة كانت صج عايشة المشاعر وكل واحد يرد كل واحد يهن الثاني فكانوا وايد مستمتعين وشون المعرس وناس يعني القراب مننا أخوانا أبو وواقفين وبار كله فسبحان الله هو إحنا أسينا استخدام هذه الأجهزة إحنا أسينا استخدام هذا سوء استخدام هذه الأجهزة إحنا مسؤولين عنها ليس كورونا وليس الأجهزة نفسها يعني البعض يمنع تماما الأجهزة هذه عن أطفالها أو عن أهل بيتها وهذا حقيقة خطأ لأن إبعاد أو فصل الإنسان عن المجتمع اللي هو فيه خلط لكن أضبطه سواء صغير أو كبير الضبط يساعد على حسن التعامل ولكن الترك تماما أو المنع تماما يعني طرفان متناقضان لا يجب أبدا أن نخضر لهم الشريحة العمرية الأكثر ثقة في وسالة التواصل الاجتماعي هي من عمر ستين سنة وما فوق حسب الدراسة السابقة أوضحت أيضا أنه كلما زاد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي زادت ثقة للمستخدمين بهذه الوسائل أنا سمعت شخصيا واحدة من مشاهير السوشال ميديا هي فتاة مقتبلة العمر توجه رسالة للبنات لبنات سنها من عمرها تقول لهم ما لا داعي تسمعون كلام أمكم مو بالضرورة أمكم تقول كلام الصح هذه أنا الأمان سمعتها شخصيا فهل هذه الرسالة هي رسالة مبطنة حول التمرد والعصيان أم هي رسالة لأثبات الشخصية أم هي رسالة ما الهدف منها نحن نحن نحتاج هنا إلى أن نحن نبدي ننتزع أبنائنا من مثل هذه المؤثرات السلبية نحن كلنا بإمكاننا أن نحن نتواصل بطريقة ما نحن ما نقول أن نحن نكون شخصيات مستنسخة من بعضنا لا أبدا نحن 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 لكل مننا نمط شخصية مختلف فبالتالي ما تكون مثل هذه المشاهر قدوة نقتدي فيها لأن في النهاية كل إنسان له شخصية تمثل نفسه راجعة لأسرته للقيم الأخلاقية والقيم الدينية اللي رجع لها أو نشأ فيها وبالتالي له نمط مختلف عن حياة مشاهر السوشال ميديا نحن عندنا كلنا حاجات نفسية خمسة إحنا ما عندنا سلوك عشوائي من الولادة إلى الممات سبب سلوكياتنا المستمرة لإشباع حاجاتنا فالصورة التي نحتاجها حاجة البقاء أثناء التطعيم وأثناء كورونا تخلينا عندنا كذا صورة ذهنية في العقل وصادرها طبعا وسعى الاجتماع وسعى التواصل اجتماعي كتب يكون أطب بين أفراد الأسرة لما نحصل على المعلومة تشبه عندنا حاجة البقاء والحاجة القوة اللي إحنا نبي نشبحها عشان نقدر ناخذ قرار فهنية ما في شيء اسمه صح وخطأ في الإنسان مسؤول عن سلوكياته وأيضا هذا سبب شوية بعض المشاحنات والفجوة بين الأفراد الأسرة أو الأصدقاء لما أحد يكون مثلا والهانين على بعض ولا بعد ما افتحوا الحضر الجزء والكلي يعني الأسلوب والطريقة شوية ممكن تسوي تصادم لا أنت طعمت ولا ما طعمت لا أنا ما راح أسلم عليه تعرفوا مثل هذه المهارات تحتاج شوية دبلوماسية ومرونة عشان سنة ما تأثر على نفسيات لأن اللي لم أخذ التطعيم هو من نفسه لازم يقول أنا ما طعمت وهو حرب اختيارة ويكون بعيد معا عليه الكمام والحين وسائل والحين العلم يقول لنا حتى لو طعمت وخلوا بالكم يعني ما احنا خلصين يعني لكن بحذر وسائل تواصل اجتماعي سلاحظوا حدين في كل في كل ظاهرة صغير يعني حتى لو أي ظاهرة داخل البلد مثلا لما شفنا بعض مظاهر الجريمة اللي انتشرت فوسائل تواصل اجتماعي لها مردود إيجابي وسلبي أيضا في كورونا نفس الشي لها مردود سلبي وإيجابي أيضا بشكل عام بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام يمكن ما لها علاقة شوية بكورونا لكن لما أنت تبدأ تدخل من حساب لحساب التابع شنو سووا شنو حطوا شنو شروا ريّلها شنو سوال لها هي شنو سوت حق زوجها وين سافروا وين راحوا وتبدل مقارنات الإنسان من يبدي قارن للأسف يتعب وتعب الناس اللي دار مدارة فمع كثرة المشاهدات لهذه الحسابات والأمور اللي قاعد تصير وإحنا دائما نقول أنتم قاعد تشوفون شيء من وراء الشاشة أنتم لا قاعد تشوفون شنو أكو في الحقيقة والواقع فعشان شذيء إذا أنت بتتم التابع 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 وتتحسر على نفسك راح هنا ترى تبدأ حتى الخلافات تزيد مع الطرف الآخر لأن أنت ما راح تكون راضي عن حياتك ولا راضي تقبل بظروفك والواقع اللي أنت عايش فيه حلو أن الإنسان يكون طموح لكن للأسف لما تصير هذه المقارنات مو بطموح أنت تبي تتوصل لا أنت محترق على نفسك ومتحسر على نفسك وقاعد تشوف الغير بعين أنت تبي تاخذ الشيء اللي عندهم ويكون موجود عندك فهذه أيضا من السلبيات ترى سواء الكبار أو حتى الصغار اللي حين نحن نشوف موجود يعني عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي حتى الصغار قاموا يستوعبون ويدركون هذه النقطة أنهم عندهم وإحنا ما عندنا فعشان هذه نقطة مهمة جدا أن نحن نركز عليها ديروا بالكم للمقارنات بأي شكل كانت